بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم معنا في بداية حلقة جديدة من حلقات برنامج ديوان غيلان ديوان غيلان ضيفه الدائم والحصري هو فضلة الشيخ محمد فال والشيخ الحسين مرحبا بكم فضلة الشيخ معنا فضلة الشيخ ما نزال مع غيلان ومع بائيته وحدى بائيته التي مطلعها خليلي عجى بارك الله فيكما على دار مين من صدور الركائب وصلنا إلى قولها خاشقة زولا كأن قميصه على نصر هندي جراز المضارب ومن قبله ألا طرقات ميون هذا البيت تناولناه ألا طرقات ميون وصلنا إلى البيت الذي قرأته آنفا أقرأ من النص وأعود إليكم بالشرح والتعليقي نص القصيدة وأعود إليكم بالشرح والتعليقي بحول الله يقول ألا طرقات ميون هيوما بذكرها وأيدي الثرياج نحن في المغارب يا خاشقة زولا كأن قميصه على نصر هندي جراز المضارب سرى ثم أغذى وقعة عند ضامر مطية رحال كثير المذاهب بريح الخزامة هيجتها وخبطة من الطل أفاس الرياح اللواغبي ومن حاجتي لولا التنائي وربما منحت الهوامة ليس بالمتقارب عطابي لبيض من ذؤابة عامر رقاق الثنايا مشرفة الحقائب أتبقى فأعود إلى أول بيت قراته بل إلى الثاني لبيت لبيت تناولناه شرحا وهو قوله ألا طرقت مي هيوما بذكرها وأيدي الثرية جنح في المغارب ومن بعده أخاشقة زولا كأن قميصه معكم شيخا بسم الله الرحمن الرحيم أصلي وأسلم على النبي الكريم قال ألا طرقت مي هذا البيت سنحتاج إلى متعلقه من بعد بيتين أو ثلاث إذن نحتفظ بها حتى أنا جدا متعلقة نعم أنا طرقت بي لأنه سيذكر لنا الآن بريح الخسامة طرقت بماذا طرقت مصحوبة بريح الخسامة ومن طرقت أيضا ومن طرقت أيضا في البيت الثاني المطروف طبعا هو غيلان والعاشق غيلان لكن ذكره في البيت الثاني أخاشقة نعم أخاشقة ما سمعت أخاشقة هو المطروف إذن ألا طرقت مي مي طرقت هذا هو المفرول الأول طرقت أخاشقة صاحب الشقة الشقة السفر البعيد الشاق هذه الشقة هو الشقة وفي القرآن قال تعالى ولكن بعدت عليهم الشقة المنافقون بعدت عليهم الشقة سفره صلى الله عليه وسلم إلى تبوك يعني هو سفر الشاق في زمن الحر الله وقال عنهم الله تعالى حكاية عنهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يطقهم سفر الشقة سبحان الله بعودت عليهم الشقة أخاشقة أي سفر الشاق بعيد لأنه هو يذهب إلى الملوك ويتنقل بسفن البرية وفي هذه الصحراء وفي هذه الصحراء وفي كل قلو الصين كما يصفها دائما صفاف القصيدة الماضية يقول أخاشقة ويعني نفسه يعني نفسه يعني هذا لا طرقة مجنون هيوما يعني هذا الهيوم هيوما بذكرها وهو أخ الشقة زولا الزول الخفيف الضريف الفاطن كل هذا كل هذه الأصاف الثلاثة يعني بها نفسه ها الزول الزول سبحان الله هذا هو الزول سبحان الله كأن قميصه على نصر هندي كأن عدد تجميع قميصه القميص ما يسلك في العنق قدد قميصه من دوبو كل ما يسلك في العنق هو قميص هذا هو قميص كأن قميصه على نصر هندي على نصر هندي النصري حدة السيف هذا هو النصر والبعض يقول حديدة السيف وفيه الكسر أما هو بالفتح فقط هو بالفتح فتح النون دائما نصر السيف هو بالفتح نصر النون وقد أخذ هذا المعنى أحد الشعراء الموريتانيين محمد بن السالم تلميذ الشيخ السدياء الذي يقبل فيه حاوت ما دون مرتبة التنبي يداك من المكارم والمعالي فأنت إذن من الثقلين بطرة بمنزلة اليمين من الشمال هذا الشاعر أخذ هذا المعنى في الأبيات التالية قال نزيلك فامني أبدا أذاه نزيل غير مرهو بالمصال لا أبياته الأخرى أبياته الأخرى يقول أميمته إن يكون خلقا ردائي فقد يبلى جفيرهم دواني والله الهندواني العرب تتبع من قبل ومن بعد الأصل الهندواني ولكن يقول فيها الهندواني نسبة إلى الهند العرب تتبع من قبل ومن بعد فقد يبلى جفير الهندواني وإن يكون محل جهاز وإن يكون يا أميم الجيس مخلف فما يزري النحول بأفعواني الأفعوان ذكر الأفاعي فما يزري النحول بأفعواني وإن لم ألفذا ماله فإني أنا الطرف المضمر للرهان الطرف ما كرم أبواه قال محمد بن مالك في مثلته بعض منازل السماء الطرف والعين والصرف ولكن طرف ما أبواه كرم والطرف وطرف أخبية الإهاب رائع ومفيد جدا بارك الله نعم إذن دائما الأدب الموريتاني يتقارب مع هذا الأدب القديم نعم خاصة الأدب الجاهلي وغيلان هذا الشعراء البارزون متأثرون به جدا يقول على نصل هندي هندي منسوب إلى الهند كما نسب كما نسب المسلم هندوان سيحو الهندي وهندوان كله نسبة إلى الهند صناعتهم للسيوف كانت جيدة أهنذاك ماركة جيدة مختار ناصر هندي جراز المضارب الجراز الحاد 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 والمضارب مكان الضرب به أمكان الضرب وكل هذا يرجع إلى حدة حدة حديد المضارب مضارب جمعوا مضرب واضح مضرب السيف الضرب سواء كان مصدرا ميمية سواء كان ظرفا مصدرا كل ذلك يقبلهما معه البيت الموالي يقول سرى ثم أغفى وقعة عند ضامر مضية رحال سرى نعم مشى الليل كله 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 الثلاث نعم يقتضي الليل كله عجيب مفيد هذا ولما كان الإسراء بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يأخذ إلا ثوانيا قليلة عبر عنه في قوله تعالى سبحان الذي أشرى بعبده ليلا سبحان الله فيه غصن شجرة أرده عنه شبريل ومعه شبريل وميكائل أحدهما يقود الورق والآخر يسوقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكم للبراء أرد بعصن غصن أشرى صلى الله عليه وسلم وصلى بالنبياء ووصل إلى سدرة الممتهى وتدلى له رف رف وبات يرقى إلى ما شاء الله كل هذا ووجوعه بين موسى وربه في تخفيف الصلاة كل هذا وقع وعاد إلى مكة والغصن لم يسكن لم يعود بعده لم يعود بعده لي مجراه الطبيعي من شدة ما زر يتذب تحريكه لا حول ولا قوة إلا الله هذا ما يدل على سرعة على سرعة لا خلقكم ولا بعثكم إلا كنفسي واحدة لا حول ولا قوة إلا الله لأنك عندما من المخلوقات هذا من البعث يوم القيامة يحاسبه الله كل شخص يحاسبه وحده لطفا به فعلت وفعلت وفعلت وحده وينتهي هذا عجيب جدا مع أن أمور الآخرة طول شدة لا طول مدة قال العلام أحمد دونو أحمدية في مراق الأوّى قال خمسون ألف خمسون ألف مقداره يوم القيامة على من شار خمسون ألف سنت مقداره يوم القيامة على من شار دون غيره أهله دون غيره أما المؤمن المخلص التقي فالحساب عليه كصلاة مكتوبة رباعية في الوسع وهذا يمكن أن يفهم ما أطول الليلة على من لم ينم ما أطول الليلة على من لم ينم ذاك هو طول شدة لا طول مدة نعم نعم يفهم هذا يقول سراء مفيد جدا قضي التفريق بين الثلاث والرباع نعم هذا كثير في القرآن الكريم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحج القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجل من قبل هدى للناس وأنزل الفرحة ما معنى هذا نزل عليك الكتاب نزله متفرقا منجما بينما التوراة والإنجل وكذبنا له من الواحي من كل شي نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ما معنى كون جاءنا نزل وقلنا إنها للتفريقة وجاء هنا وأنزل الفرقان هذا لا تعرض بينه أنزل الفرقان إلى سماء الدنيا دفعة واحدة دفعة واحدة ثم صار ينزل بحسب الوقاع والاحتياجات فهو جمع بينه أنزل ونزل والتوراة والإنجل كتب أنزلت في وقت واحد العرب أنزل نزل هذا التضعيف ونحن قال الحسن من الزين في لامية الأفعال وجاء تضعفه من همزة بدل لكن المعاني تختلط ومما يدل على هذا التفريق وهذا المعنى الذي ذهبتم إليه السورة الكريمة إن أنزلناه في ليلة القدر الذي وقع في ليلة القدر ونزول دفعة ثم بعد ذلك إننا نحن نزل لذكر وإنا له لحافظه جميل جدا إذن سرع ثم أغفى ثم أغفى ثم للترتيب بالانفصال فهو بات الليل كله السريا فعبر بثم أغفى وثم للترتيب بالانفصال أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر نزال البعض صحيح صحيح سرع ثم أغفى نام نومة قليلة فيها الرباع فقط أغفى ثلاثي لا تذكر لا يعرف لها ثلاثي والله وإذا قلنا غفوة غفوة لا تدل على الثلاثي نعم الغفوة غفى غفى في النفسها ثلاثي مرغم إذن فيها غفى وأغفى فيها غفى وأغفى أغفى فقط ما تذكرت الرباع ما تذكرتم الثلاثي الثلاثي لكن نحن هنا لدينا أغفى الرباع الذي لدينا هنا هو الرباع ثم أغفى ثم أغفى لا لا الرباع والوع لا الرباع وقعة الوقعة غفوة كان من مصادر الثلاثي لكن المصادر قد تجدوا مصدر الثلاثي للرباع تجدوا لكله ما يعني جميل وقعة الوقعة النومة القليلة في وجه الصبح في وجه الصبح في وجه الصبح الخصوصة هذه هي الوقعة هي الوقعة سبحان الله يقول ثم أغفى وقعة عند ضامر وقعة النومة قبل الفجر بقليل خاصة عند ضامر عندنا ناقة رجل ضامر وقع وقع الحذر ومضعف فنبذتها قبضت قبضة من أذر فرس من أذر حافر فرس الرسول كلها لكن القرآن اختصر لا شك لا شك وهو أبلغ دائما نعم يقول قلتم عند ناقة رجل ضامر عند ناقة رجل ضامر الضمر هنا الهزاء ليس الضمر المعهود ناقة هازل والرجل وصاحبها هازل أيضا صاحبها هازل يمكن أن يكون على غرار السير نعم لنحول جسمه والناقة ضامر مكلفة بكل أمير في بلد شاشع يزوره واضح يقول عند ضامر مطية رحال مطية ناقة ضامر مطية رحال هاي مطية الدلة لأن ناقة محذوفة مطية دلة للك ناقة مطية مشتقة من المطو وهو مد العنق في السير أو مما يمتطع ظهره أن يركب ظهرها والمطو ظهر والمطو ظهر رحال رحال كثير الترحال كثير المذاهب شرحها كثير المذاهب سبقا ذكرها بو يرحل من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا يصف نفسه بالجلاد أنه كثير الأسفار عجيب عجيب وَلَا جُبَّئٍ أَكَى مُرِبٍ بِعِرْشِهِ صَالِعُهَا فِي شَنِهِ هذا من ما يعاب عندهم يعاب عندهم وَلَا خَالِفٍ دَارِجَةٍ متغزِّلٍ خَالِفٌ دَارِجَةٌ ينفيه الشنفر عن نفسه إذن هو يقول رحال كثير المذاهب ها كثير المذاهب جمع مذهبه احتمله المصدرية وتحتمل الظارفية البيت المواري يقول بريح الخزامة هيّجتها وخبطة من الطل أنفاس الرياح اللوابين نعم على طرقة مي نعم طرقة هيومة نعم بما طرقت وهي المفعول الثاني بريح الخزامة الريح والرائحة ما يتضوّع من الشيء سواء كان طيبا وغيره وهو لأنه خزامة الخزامة الخزامة شجر طيب رائحة ولكن شجر هذا أنا رأيته بعيني رأسي رأيته في مكة المكرمة بعد التنعيم في مقاطعة تسمى النوارية بين المنزل الذي أنا فيه واد مسجل ماء بيني وبين المنزل تمر نبيه وأمر عليه قبل صلاة الصبح رائحته طيبة هو يقولون الشجر ولكن هو نجم نذكرك نذكرك بالسنة نذكرك بالسنة قال تعالى يتمدد على الأرض أم ماذا يتمدد على الفوق شيئا ما النجم والشجر يسجدان النجم ما لا ساق له من النبات والشجر ما له ساق لا يشترط فيها أن يكون كساق كسوق الشجر بالمفهوم عندنا نحن لكن ورد في الآية ما يستحسن بعد ذكر الشمس والقمر بحسبان قيل والنجم والشجر يسجدان والمراد ليس هو النجم الذي في السماء المراد ما لا ساق له من النبات فالنبات على قسمين قسم له ساق وقسم لا ساق له يتمدد والخزامة هذا نجم أم شجر كنبات نعم المهماء مثلا تمجلسط تعد ريس هي هذه لبتها يتمدد على الأرض ولا ساق له فهي من النجم صحيح يمن النجم وكثير ما لا ساق له من النبات كثير كثير وما له ساق أيضا أكثر كالسناء وك كالنخلي قلتم هذا هو الخزامة وهو عبيق الرائحة يا ربي قال قال الدوريدي يا ربية أشبه الشيء بالمهاء ترعى الخزامة بين أشجار النقا شمي جدا هو ليس بشجار هو ليس بشجار نشبه السماء طبعا هيجتها وخبطت هيجتها حركتها ريح الخزامة هيجتها وخبطة معطوبة على ما بعدها وتقدمت هيجت على ما أطفت عليه كيف ذلك نعم بريح الخزامة وخبطة من الطل أنفاس الرياح أنفاس الرياح وخبطة الطل سبحان الله وهذا يدل على أنه جائز تقدم هذا يسوء عند هذا يسوء عند التميمي وهو تميمي وهو تميمي واشأله مما يستشهد به غيره حتى يستشهد به دماما يستشهد به فضح يقول قلتم هي عطفة لأنفاس من نهاية البيت أنفاس الرياح اللواغيبي وخبطة وخبطة وما معنىها الخبطة نعم الخبطة الغبيته وما الغبيته الطحمته وما الطحمته الدفعة الأولى الخفيفة من المطر دفعة الخفيفة من المطر تسمى خبطة تسمى الخبطة وتسمى قلتم أطحمة أطحمة الشأبيبي قال قال هو سمو نابغذوب يعني وردت في شري وغبية قال هو سمو مرء القيس إذن الغبيته والخبطة كل هذا معنى معنى من الطل وغبية من الطل المطر الخفيف دفعة الأولى نعم لكن أنفاس رياحي عبر بالنفس لألا تكون عاصفة وأكد ذلك بقوله اللواغب جمعوا لاغبين وهي من اللغوب وهو الفتور الفتور الرياح اللطيفة النسي ويريد نسيما فلو فلو كانت هذه الرائحة الطيبة هبت لها العواصف لما وجد لها ريح طيبة ريح ضرها أقرب من نفيها لكنها هي هي أنفاس الرياح أنفاس الرياح اللواغب التي بها فتور لا يمسون ذان الصب ولا يمسون ذان الصب لغوب نعود إلى الكلمات يقولتم خطتهم من الطل ما الطل 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 قد يبدون أمام الوبل والفتور للوابل لا للطل إذن هو أول المطر هو أول المطر يتقارب مع الخطة هذه أنفاس الرياح اللواغب والتعبير بالأنفاس أنفاس الرياح عبر بالأنفاس ما يدل على لطفها على لطفها ورفقها لا أدري هل سيسمح لنا الوقت المتبقي بإكمال بالوصول إلى البيت الموالي لكن لا ضير لعلنا نعود إلى الأبيات التي قدمنا مفردة مفردة نعود إليها بشكل جملي لأن الوقت المتبقي يسير دقيقتاني إذن المعنى الجملي في دقيقة شيخ خمم شكرا إذن ماذا قال غيلان بشكل إجمالي غيلان قال ألا طرقت مجم جميل بأنه وصف نفسه بالنحول والصرامة وتجشم الأهوال ولم ينس محبوبته قال بماذا طرقت طرقت برح الخسامة وشعل يصف هذا الخسامة الذي مطر قليلا وهبث له الرياح اللطيفة هاديته نسل من الصدق وشعل يقول هذا فمن لبيات تخر بنفسه ضمنت فخرة ونوه بمحبوبته يعني ونحن لا نطلب من هذا غير لغته غير مبرداته يقول المشايخ المويتانيون عندما يسأل الطالب معنا بيت لغيلان عن معناه فيشرحون له اللغة ويقولون له إن شير غيلان وهو بعر الآران شمه ولا تفت شمه حسن الرائعة ولا تتعب تتعب لا تجد شيئا برك الله بكم جميل جدا برك الله بكم شيخنا جزاكم الله خيرا على هذا الشرح الوافي وركافي كما عبدتمونا مشاهدين العزاء تنتهي هذه الحلقة من برنامج ديوان وغيلان كان معنا فضيلة الشيخ محمد فال ولي الشيخ الحسين نقول لكم تحايا الفريق كان محمد ولي العيد في التصوير وكانت مريم منت محمد خونة على الصوت وعلى الإرسال آمنة منتفال وبعيشة منتطاهر في الإخراج هذه تحياتي إلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد نستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة